في حال فوز أردوغان مرة أخرى لن يكون هناك أي تأثير أو تغيير على العلاقة ما بين تركيا والعراق خاصة في الملفات الشائكة الموجودة نتحدث عن هزب العمال الكردستاني وهذه الهجمات نتحدث عن ملف المياه نتحدث أيضا عن صادرات النفط من قليم كردستان عبر ميناء جهان التركي يعني أنت تذهب مع تصريح وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين عندما قال ليس هناك أي تأثير على الانتخابات التركية على العراق ولكنه لم يحدد في حال فاز أردوغان أم أيضا في حال فازة المعارضة صحيح وحتى تصريح سيد وزير الخارجية فؤاد حسين أنا أمضي معه يعني على اعتبار أن في حال فوز أردوغان أو حتى فوز المعارضة فأنا أتصور بأن تركيا الآن هي يمكن النظر لها على أنها دولة مؤسسات وهذه الدولة الآن لا يمكن لها أن تفرط بأمنها القومي نتحدث عن السياسة الخارجية هناك اختلاف في وجهات النظر عميق جدا يعني على مستوى السياسة الداخلية الاقتصاد تعاطي الدولة مع التطورات الأحداث فيها الداخل التركي المهاجرين الاقتصاد غيرها يبدو بخلاف عميق جدا لكن على مستوى السياسة الخارجية لم يكن هناك يعني ذلك الاختلاف العميق وبالتالي حتى وأن أبدأ المرشح المنافس كمال أغلو يعني بعض المرونة يعني هنا لا أتحدث عن تصريحات رسمية لكن بعض التقارير تشير إلى أنه قد يبدي نوع من المرونة لكن لا أتصور بأنه سيتجاوز الخطوط خصوصا فيما يرتبط بالأمن القومي التركي وبالتالي قضية البككة هي حساسة جدا بالنسبة للأمن القومي التركي ولا يمكن أن تكون هناك سياسة مغايرة عن ما تتعامل به تركيا مع هذا الملف وحتى قضية الطاقة تركيا بحاجة إلى الطاقة يعني المصدرة من العراق وأيضا فيما يرتبط بوجود القوات التركية لا زال الهاجس وأتصور بأن الرؤية ستستمر لدى المرشحين سواء رجب طيب أوردوغان أو كمال أغلو من أن على أقل تقدير الجوار القريب جدا من الحدود التركية سيستمر من وجهة نظر المرشحين على أنه مجالا حيويا خصوصا في العراق اشتركوا في القناة